خصوصية كبيرة لزيارة الحالية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن مباحثات ولي العهد ترامب في البيت الأبيض جاءت لتعكس ما شدد عليه الأمير محمد بن سلمان من دعائم العلاقات القوية المتينة بين الرياض وواشنطن العلاقات السعودية الأمريكية علاقات قديمة نحن أقدم حليف للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط تمتد هذه العلاقة لأكثر من ثمانين عاما من التحالف ويربط البلدين مصالح كبيرة اقتصادية وسياسية وأمنية والعديد من المجالات الأخرى والأسس التي تقوم عليها هذه العلاقات ضخمة وراسخة وأثمرت هذه العلاقة أكثر من أربعة ملايين وظيفة في الولايات المتحدة بشكل مباشر أو غير مباشر والعديد من الوظائف في المملكة الرئيس الأمريكي أيضا أكد أن العلاقات الأمريكية السعودية أفضل من أي وقت مضى مشيدا بصداقة الكبيرة التي تجمعه مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إن المملكة العربية السعودية تعمل جاهدة لمنع تمويل الإرهاب وهذا ما تقوم به بعض البلدان الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وقد قمت بزيارة للمملكة في مايو الماضي حيث أنضيت أهم يومين من الاجتماعات وتحمل زيارة ولي العهد طابعا خاصا في ظل التحديات الأقليمية غير المسبوقة وإرهاب إيران المزعز على أمن الشرق الأوسط والمهددة للأمن والسلم الدوليين كما يعنونها التوافق الأمريكي مع استراتيجية المملكة لدعم استقرار المنطقة والتصدي للإرهاب فضلا عن دعم الشرعية في اليمن علاقات استراتيجية وثيقة يحرص الطرفان على تعميق مسارها وترامب يشيد بقيمم الرياض ويؤكد أن أروع اجتماعات التي عقدها رؤية المملكة عشرين ثلاثين وعرابها في البيت الأبيض إذن لا يخلو الحديث عن استثمارات مليارية وشراكات بين البلدين كما تعلم سيد الرئيس إنه من اليوم الأول منذ وصولك إلى هذا المكتب خططنا لتخصيص مئتي مليار دولار لمدة أربع سنين وانتهى بنا المطاف لاتفاق بلغ أربعمائة مليار دولار كما تحدثت سيد الرئيس من الاتفاقيات العسكرية المبرمة طبقنا ثلاثين بالمئة منها كما وصل إجمالي تطبيق الفرص الاستثمارية إلى خمسة وثلاثين بالمئة في السنة الأولى وهو الذي كان مخططا له بعشر سنين وهذا مؤشر إلى أن هناك الكثير مما سوف يتم إنجازه في المستقبل القريب بذلك نحن هنا اليوم لنستفيد من جميع الفرص الاستثمارية المشتركة والتخلص من جميع التهديدات التي تهدد بلدينا والعالم بأسره لذلك أنا جدا سعيد لأكون هنا اليوم وتبقى علاقات المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية علاقة أوثق حليفين ومحطاتها التاريخية ستتواصل مع أعلان ترامب عن زيارة مرتقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إلى واشنطن